حياكم الله بن يديد في كويت اليوم خصوصية بين أفراد الأسرة واختراق هالخصوصية من الأمور اللي اختلف عليها الأفراد وعدد كبير من الأسر حالياً كل فرد له منظوره وجهة نظره الخاصة في هذا الموضوع الخصوصية بين أفراد الأسرة هو محورنا الرئيسي في هذا الحوار مع سيدة عايشة غانم العميري طبح عليك بالخير حياس الله معنا يا صباح النور يا صباح المطر صباح السعادة سعيدة جداً أني أنا ألتقي معاكم في المرة الثانية في قناة المجلس طبعاً والشكر موصول لشخصيتك الرائعة حياة الله سيدة عايشة ونتي دائماً تنورينا والمكان مكانش راح نتكلم عن موضوع الخصوصية لأنه الحين موبهمة شوية فيه ناس تقول ليش كون عندي خصوصية وفي من لحده الحين محافظ على مفهوم الخصوصية ويقول أن هذا خط أحمر ما حب الناس تطلع على خصوصياتي راح نعرف كل هذه الأمور لكن فيه تقرير راح أشوفه أنا ويانتوية المشاهدين قبل أن نبلش نقاشنا سيدة عايشة ممكن شوفنا هذا التقرير الخصوصية بين أفراد الأسرة الحين هم قاعد نتكلم الخصوصية بين إحنا والناس الغريبة نعم حين الخصوصية بين إحنا كأفراد أسرة بين الزوج والزوجة بين الزوج والأبناء بين العيال وأمهم وأبوهم الخصوصية مطلوبة حبيبة قلبي إذا إحنا بنعرف الخصوصية نقول أن هي مساحة من معلوماتية ما بأحد يعرفها منطقة مسورة بأسلاك شائكة ما بأحد يوصلها إلا إذا أنا رغبت فهي مساحة معلوماتية أنا احتفظ فيها النفسي لكن السؤال اللي يطرح نفسه هذه المساحة من المعلوماتية متى أسمح للآخرين أن يخترقوها ومتى لا أسمح للآخرين أن يخترقوها إذا ضيقنا المساحة وجعلناها في مساحة أسرة علاقة طبيعية بالأسرة أنها تكون علاقة مفتوحة الزوج والزوجة والأبناء لكن هذا ما يمنع أن في بعض الأحيان يجب أن تكون هناك أو هناك فعلاً خصوصية للرجل وخصوصية للمرأة هذه الخصوصية تنحصر في أشياء بعلاقات الزوج مع أصدقاءها بعلاقات الزوج مع أهله بعلاقات الزوجة أيضاً مع بعض صديقاتها وأهلها مو مطلوب مني أني أنا كزوجة أعرف كل اللي يقال في الدوانية لما زوج يروح الدوانية والله شكالته والله شحشيته شنو الموضوع لا هذا أعتقد أن الموضوع مو مطلوب مني أني أنا أعرفه إلا إذا إلا إذا مثلاً كان هناك موضوع للنقاش الزوجة حبت أنها تشاور زوجها الزوج حب أنها تشاور زوجته فبالتالي نعم هناك خصوصية مشاكل الزوجة يمكن مع أهلها بعض الأمور المالية بين الزوج وهله بعض الأمور هذه ممكن تكون فيها نوع من التحفظ فأنا أحترم خصوصية زوجي في علاقته مع أهله والمفروض أيضاً زوجي يحترم خصوصيتي في علاقته مع أهلي لكن إذا حبيت أني أنا أفتح المجال فهذا يكون ركيز تشينو العلاقة الود المحبة صدقيني حبيبة قلبي فيه معادلة يعني أنا دايماً أحب أقولها مساحة الخصوصية تكبر إذن عدمت الثقة في الأسرة والعكس صحيح هذا السؤال الآن سيدة عايشة يعني في البعض يقول لك إذا شفنا فيه خصوصية أن الزوج يخش بعض الأمور وبعض الأسرار وأمور الشخصية سواء حتى لو كانت أخوة أمور الشخصية ما يناقشها مع الزوجة وأيضاً الزوجة تتوي نفس الشيء في المقابل فهذا لأنه فيه عدم استقرار بينهم أحسنتي أحسنتي إذن واحد زائد واحد يسوي اثنين إذا أنت تريد ترفع جدار الخصوصية عني فأنت ما تتقفيني أو أنت ما تتقين فيني لكن من بداية الحياة الزوجية إذا كنا نحن مفتوحين على بعض وتركنا مجال للحوار والنقاش وبداء الراي أنا أحب اسمع رأيك شاورني في هذا الموضوع أشاورك في هذا الموضوع إذن جسر العلاقة هو اللي يبني سور الخصوصية إذن أنت تتقفيني إذن أنا ما في داعي إنها بعض الأمور اللي أيضاً من حقي أني أنا أخشها اللي هي علاقتي مع أهلي عرفت شلون أو بعض المشاكل الأسرية أو نفس الشيء بالنسبة لك لكن إذا كنا في ود في محبة من بداية تأسيس حياتنا أعتقد أن مساحة الخصوصية راح تضيق كل ما ضاقت هذا مؤشر تقسيم فيه سعادة الأسرة كل ما ضاقت مساحة الخصوصية عرفي أن الأسرة فيها استقرار فيها راحة فيها ود فيها حب لكن كل ما زادت مساحة الخصوصية والاستقلالية وكل من قاعد على جنب وكل من قاضب تليفونه وكل من دعس ببداره عرفي أنه بدت تنزل مستويات الثقر يعني أول شيء دايما اللي يتم هو محور النقاش وهو أيضاً محور الخلاف في أمور ذكرتها يعني للزوجة مثلاً مو مضطرة أن تعرف كل شيء قاعد يصير داخل الدوانية وأيضاً الزوج مو لازم يعرف كل شيء قاعد يصير في بيت أهل الزوجة لكن في مواضيع لحد يحيين يشوف الزوج والزوجة فيه من يأيد ويعارض خصوصية التليفون يقول الزوجة تقول لا المفروض أن أنا رايلي ما يحط مثلا قم سري على تليفونها مفروض أن أنا أملك الحق أني أمسك تليفونها وأيضا الزوج يقول أنا ولي الحق مثلا أبي أخذ تليفون زوجتي واتطلع على محتوى هنا هذه الخصوصية وين صارت حسنت حتى هذا التساؤل يرجعنا عشان بعدين أجاوب على سؤالك يرجعنا حق الأساس الأول هو الثقة أنا إذا أثق في زوجتي وزوجتي تثق فيني فبالتالي ما في داعي أني أنا أصل معاها لهذا المستوى بالنقاش أعطيني تليفونك أو أعطني تليفونك هذا رقم واحد رقم اثنين أعتقد ذوقيا يعني علاقات مو من الحلو مو من الحلو أني أنا أمسك تليفون زوجي وقعد أنبير فيه ولا أدور بالرقام خليني أصل مع زوجي لمرحلة الحب والود والثقة أنه يقول لي حتى لما يصك التليفون يقول صدقين هذا رفيجي داق علي يعزمني على عرس أخوه طبعا هو مو ملزم أني يمكن يقول لك هالشي لكن بابة الرياحية يمكن عطلتها هادلين الرياحية نفس الشي لكن حتى حتى عملية إذا قلتي لي ولو أنا محب أقولها عملية التجسس أني أنا أتجسس على تليفون زوجي وهو مو موجود أو هو يتجسس على تليفوني شرعا مو حلوة مو مقبولة يعني ليش أصل أنا معاك للمرحلة هذه ليش أخش عنك يعني ما في ما في ما في شي في يمكن يتطاول الأمر في بعض الأمور أن بعض الزوجات تنبش في بوك زوجها صح أبعرف شعنده شعنده ما عنده المعاش وين راح وين أصرفها ليش كسر عليها الشهر ليش ما كسر عليها الشهر فبالتالي حتى هذا الموضوع أنا أعتقد أنه هو مو حلو شكله حتى لو كان في قبول بس الإطار العام مو حلو يعني تخيلي شكلك وانت زوجي ديش عليك زوجك فجأة وانت قاعدة تنبرين في تليفونه أو انت قاعدة تبطلين البوك والعكس صحيح ينزل مستوى ما بأقول ممكن أقول الاحترام ليش لا مستوى الاحترام يعني أحلى شيء إنه يكون فيه احترام وحب نعم فأنا أعتقد أنه لا نبتعد بعدين أكيد عن موضوع التليفون لأنه وضحناه لكن الحين الموضوع تعد التليفون لأنه نحن الحين في عالم التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وكل من قاعد يلحق الثاني ويشوف اللايك شنو وين اللايك نحط وشنو الكومنت ومنه عنده ومنه ما عنده وكل هذه الأمور هل هذا اختراق للخصوصية ولا لا أستاذ عايشة لكن راح نطلع هذا الفاصل صغير ونرجع نكمل سجعنا لكم من يديد مع المستشارة عايشة غانب العميري سابع عايشة يمكن قبل لا نطلع فاصل وكنا قاعدين نتكلم الحين إذا نهد الموبايل وخصوصية في الموبايل وأن الزوج لا يجب أن يأخذ موبايل زوجته والعكس أيضا صحيح الآن نحن تشنع عالم ثاني عالم وسائل التواصل الاجتماعي الآن صار الزوج والزوجة أيضا يتصفحون حسابات الشخصية لبعض ويشوفون كل واحد يسوي فلو حق منه ويتابع منه وقاعد يحط لايك حق منه والكومنت هل هذا يعتبر أيضا اختراق للخصوصية وأيضا في بعض الأزواج يرفضون أنهم يتابعون بعض في وسائل التواصل الاجتماعي هو يعتمد حبيبة قلبي أنا ليش بتابع زوجي هل بتابع زوجي لأنه مثلا يعني شخصية مرموقة عنده آراء عنده لقاءات شخص مؤثر بالمجتمع هذه المتابعة أعتقد يعني شي طيب ولازم ما تضايقني أنا إذا أنا حسيت أن زوجتي أو الزوجة تحس أن زوجها يتابعها من منطلق شنو من منطلق الثقة من منطلق الزهو والفخر أنها قاعدة تسوي يعني هذه المشاريع أو هذه الأمور التي تأثر مثلا تأثير إيجابي على المجتمع لكن أنا متى أبتدي أخاف متى أبتدي أخاف من عملية المتابعة مثلا وشي قل لا تبوق لا تخاف صح فبالتالي إذا أنا علاقاتي وأنا تصرفاتي وواضحة ومكشوفة من البداية الضرفين مكشوفين حق بعض أعتقد أن ما في خوف بل بالعكس يعني أنا واحدة من الناس اللي أتشرف دايما أن زوجي تابعني أن زوجي يكون معاي وأن زوجي يعني مثلا يعطيني أنا طول بالطريج وإحنا ياهين قاعدين نتشاور معا قاعدين أقول بدامك أنت حينة الزوج شنو الخصوصيات اللي ما تبيني أخترقها فبالتالي هي تعتمد على العلاقة لكن إذا وصلنا للمرحلة هذه أريد أقول لا عملية الاختراق المنطقة هذه في الخصوصية تسبب نوع من المشاكل فأنا لا أحط روحي في موضع شبه إحنا لما نتكلم عن الخصوصية يعني ممكن ما بيأقول استثناء في نوع من السماح ببعض المتابعة متى متى أنا أقول لك لما أحس في تغير في السلوك في مؤشر زوجي ما قام ينام بالبيت زوجي قلل المصروف علي زوجي بدي عاملني معاملة خشنة بدي لقيت نرفز والعكس صحيح زوجتي ما قام تحب تناقشني ما قام ما تحب تتكلم معاي دائما على تليفونها مثلا دائما على تليفونها تبتدي هنا عملية شنو ما عملية أنا شفت شذي أروح أتجسس لا عملية المكاشفة عسى ما شربوا فلان شلي صار شلي شذي انتي أنا هنا ممكن أنا أستشف إن الموضوع ما في ذاك القلق لكن إذا حسيت خاصة نحن الحريم بنوع من القلق أبتدي في عملية متجسس عملية المتابعة أنا أتحفظ على كلمة التجسس شرعا مرفوضة عملية المتابعة في أني أنا أتقص أتقص الأخبار أتقص البدي لانجويج أتقص مفاتيح الابتسامة والأمور هذه كلها ومن خلالها تكون عملية المكاشفة أرفض رفض قاطع عملية أن الزوج أو الزوجة يجسسون على بعض لكن إذا ابنت تسمحيني نوسع الدائرة مدخل الأبناء هذا كان سؤالي أستاذ عايشة إذا بنتكلم خصوصية الزوج والزوجة مع بعض والحدود هذه الخصوصية فنتمنى أننا وضحناها الحين الأبناء في بعض أولياء الأمور يقولون يقولون عيالي ما لديهم الخصوصية عشان أنا ما أطلع عليها والآن الأبناء ما شاء الله والجيل اليديد صار واعي يحب يناقش يقول أنا أبي يكون عندي خصوصية أنا بقعد بداري أنا بيكون عندي الآيبايد أو الكمبيوتر أو حتى موبايلي ليش أمو يبوي مثلا يبون ياخذون مني يشوفون من وراي أنا شنو قاعدة يشوف في هذه الخصوصية بين الأبناء ما أعول على النتائج النهائية وأبني عليها أحكام دائما نرجع حق الأساس أساس تربيتي حق ابنائي من البداية من يوم كان في الابتدائي من يوم كان طفل شون أنا كنت أتعامل معاه شون أنا كنت أربي شون كنت أنا أوجه سلوكه هل كنت أنا أستمع له لما إياه يتكلم عنده مشكلة بالمدرسة عنده مشكلة هل كنت أسمعه أو كنت أتعمه هل كنت أنا أخذ وعطي معاه هذه كلها لبنات اللي إحنا قاعدين نتناقش فيه الحين أني أنا أخش عن أمي وابوي ولا أنا ما أقول حق يعني أقول لهم وداخل إطار الخصوصية أو أحط الرقم سري على أجهزة الإلكترونية عشان هلي ما ينبشوا من وراي ما أنت يا بابا يا ماما يا يمما يا يبا ما ربيتوني في الأساس أني أنا أفتح لكم بكلما أتكلم معاك أو أني أتشاور معاك أو أقول لك مشكلتي في البيت أو أنه كذا ما تعطيني ذيك الأذن الصاقية أو القلب المفتوح فبالتالي قلت لك أنا مساحة التقاهية اللي تتحكم في حجم أو مساحة الخصوصية حتى لو نفترض أو نظر مثل بالسيناريو الزين الإيجابي أم و أبو فعلا ربوا وعيانهم بطريقة صحيحة في مبدأ الحوار والنقاش داخل البيت لكن في بعض مراحل الأبناء خصوصا ما يدعون مرحلة وراها قيبوا الاستقلالية يحسوا أن أنا صاحب القرار لما يبدي هذا السلوك لا أنا بخصوصتي لا على الأهل يسمحون بمساحة معينة من الخصوصية شون يا هذه المساحة يسمحون لا في مساحة وأيضا غير مقبول أني أنا أتغافل ولدي أو أتغافل بنتي وقعد أن أنبش في تليفونها هذا مو مسموح نهاي مو مسموح؟ لا 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 ولا من باب الخوف؟ أنا أقول لك أردت على النقطة الأولية نحن نمسك الحين النقطة هو مرفوض مرفوض أني أنا أني أنا أديش في عملية البحث والتجسس على تليفون بنتي أو ولدي أو الكامبيوتر أو اللابتوب مونه أو المواقع لكن يردني هذا حق شنو؟ يردني حق نفس الكلام اللي أنا قلته المؤشرات الشيك الحين أنا أم أنا أب قاعد أشوف سلوك ولدي تغير قام مثلا درجاتها تنزل بالمدرسة قام يعني مثلا صار عدواني مع خواته شكله بدي تغير نظراته عيونه مفردات يستخدمها غير إني مؤشرات الخوف عندي كأم وكأب تبتدي تخليني أتتبع ما في مشكلة أني أنا أتتبع بين فترة وفترة واتقصها هاي يوم أنت موجود في البيت أنت بغرفتك أنا حبييك بين كل لحظة ولحظة أحسس أني أنا موجودة هذه المتابعة وليس التجسس رح تقلل مساحة شنو؟ الخصوصية أعطي الأمان أعطي الحب أعطي الثقة ثقة على أساس البنت أو الولد أيون يتكلمون معاش نحترم خصوصيته عنده خصوصية علاقته مع صديقة بالمدرسة علاقته مع مثلا رايح النادي علاقته مع الكابتن اليوم صار شقلة معينة في الجسمة يمكن ما يحب يتكلم فيها ويمكن يتشاور فيها مع صديقة بالتليفون فبالتالي أي طريقة أني أنا أكون ذكية في أني أنا شنو أستخلص أو أني أنا أخذ المعلومة من غير ما أحسس ولدي هذه سر التربية الناجحة ما شاء الله عليك اليوم كذا والله اليوم كذا لا اليوم درجاتك معاجبني زين صديقك فتلقائياً تلقين شنو المساحة الخصوصية تضير لكن احترام نعم احترم خصوصية أبنائي احترم خصوصية زوجي زوجي احترم خصوصيتي نوسع مساحة الثقة والمحبة نمد جسور الألفة بيننا راح تقل مساحة الخصوصية وأكيد راح يكون الحب هو المعولة اللي نتكلها تتبع الأباء والأمهات لأبنائهم أنت معا أو ضد أو هل أنت تطبقينها في حياتك أستاذ عايشة أن تتبعين أبنائك في وسائل تواصل مجتمعي تصيرين أيضاً من متابعينهم تشوفين هو شنو يحط شنو إيه يتحط شنو منو يكتبوا لكومت وهو مني يتابع هي من تشوف أحسنتي أحسنتي المتابعة هذه هذا أوكي معهم عكس الزوج والزوجة لا 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 أتابع من منطلق من منطلق أني أنا أرفع من مستوى الثقة وأرفع من ثقتها بنفسي ما شاء الله التعليق اللي انت حاطة اليوم ويد حلو هذه التويتر اللي انت حاطها صدقني لو أنت مثلاً ما وصلت حق تسمية أشخاص أعتقد راح تكون أحسن برافو عليك ما تصير المتابعة لمجرد بس أني أشوف مني تابع مراقبة يعني لا تكون إيه يكون في حوار يكون في حوار أني أنا فعلاً أمي قاعدة تتابعيني أنا إذا عرفت أن أمي وأبوي تابعوني راح تحفظ في كلامي صح راح أكون حريص على سلوكياتي فبالتالي المتابعة حلوة في أني أنا أفتح مجال لشنو أن الأبناء ينطلقون في حوار مفتوح مع أهاليهم نعم يمكن من أكثر الأمور إذا إحنا بدلشنا حوارنا في خصوصية اللي تكون بين الزوج والزوجة نحاول حين نختم حوارنا في خصوصية اللي بين الأبناء ويعني أمهم وأبوهم الآن يقول لك أول كان سر البنت عند أمها والولد ندري هو يرافج منه وموجود مع منه أو موجود في الدوانية ومنه ربعة الآن يقولون مع التربية الحديثة أستاذ عايشة ما في هذا الحد شي خلاص لا سر البنت عند أمها ولا حتى الولد الآن هما يبون خصوصيتهم لنفسهم وهو يبي يشارك الأم بالأبو بالمعلومات اللي هو يبي يعطيهم هذا التربية الحديثة واشينهم الحين أنه أنا أعطي مساحة لأبنائي وهو يبي يشاركني فيه يعني أقبل باللي يعطيني بكمية المعلومات اللي سيعطيني مو غلط حبيبة قلبي أنه أنا أعطي مساحة لأبنائي في أنهم تكلهم بعض الخصوصية الغلط أن هذه الخصوصية تكون مغلقة نهائيا أي شلون يعني يعني ما حاول أنه بطريقة الحوار بطريقة التشجيع بطريقة يعني إثارة المعلوماتية في أن أنا بذكائي أن أنا أستخلص منهم المعلومة اللي أنا أبيها لأننا اتفقنا هذه الخصوصية كل ما خليتها بالطريقة هذه رح تكبر رح يصير فيه انعزال تشوفين في بعض الأسر ما تشوفينهم على الطعام ولا تشوفينهم بالصالة كل واحد قاعد بقرفته بتلفونه بتلفزيونه باللابتوب ماله ليش؟ لأن المساحة العلاقة الأسرية بدت تضيق الحوار من عدم التشجيع المتابعة يوم مخصص للعائلة اليوم هذا لا دخلتوا عليه على الغداء ولا واحد سيب تلفونه وين نحن قبل عندنا لا تلفونات ولا موبايلات ولا شيء ونشولف ونحشي والزين وكأننا طلعنا شحلونه ما أثر علينا تربية حديثة أو تربية قديمة لا ما فيه أكو قرآن أكو سنة نبوية طاهرة تلزمنا بعلاقات أسرية محمودة ما بين الأم والأب والأبناء بالختام سيدا عايشة أنا ويدا مستمتعة معاك لكن نطررنا نختم هذا اللقاء في نصيحة بسيطة بثواني ممكن تنصحين فيها كل شخص عنده مفهوم خاطئ في الخصوصية ممكن تتبب لمشاكل أنا أنصح في الاستماع الاستماع ثم الاستماع ثم الاستماع استماع الزوج لزوجته استماع الزوجة لزوجه استماع الوالدين لأبناهم سمعوهم سمعوهم شنو يقولون لا تخلونهم يلجؤون إلى أشخاص غيركم يسمعونهم فسمعي لا تقللين من نسبة الكلام ولا تقولي الكلام هذا يعني مو مهم وما لا داعي لا استمع إلى أبنائي استمع إلى زوجي زوجي يستمع لي نفتح دائرة الحوار نوسع دائرة الثقة أكيد رح تضيق مساحة الخصوصية إن شاء الله تستمتعنا معاك وتشرفيننا دائما أستاذة عايشة وشكرا على ثراجش معانا المستشاهرة عايشة غانا العميري على هذا اللقاء وتمنى الله إن شاء الله يوم سعيد في هذه الأجواء الجميلة برا شكرا حبيبة قلنا حياة الله الله يحي مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد شوي